السلام عليكم ورحمة الله الآن بعد أن أصبح لدينا الكائن جاهز نبدأ بالتلوين إذن كيف نقوم بتلوين هذا الكائن لنبدأ في البداية بتلوين الرموش إذا كدعني أتأكد أنه أنا أختار هذا الرمش وأضغط شرط أختار الرمش الثاني إذن أنا أختار اثنين رموش حتى أعمل لهم تلوين تأكد أنه هذه المحاولة ترى هذه لديك البارس اذهبوا هنا إلى الريندرينج من الريندرينج أختار لامبرت ابحث عن شيء اسمه لامبرت انظر أين هو لامبرت يضيف لك شيء اسمه لامبرت للكائن هنا يعطيك عدة أمور لاختيار اللون منها تستطيع أن تغير اللون من هذا الجزء انظر لوجه قرفته أكثر لك أو تستطيع أن تختار اللون اختيار من هنا اللون اللي تريده أي اللون اللي تريده اختاره أو تستطيع من هنا تختار صورة تختار من هذا وتختار ملف أنه فايلز وتختار صورة اللي تمثل هذا اللون سوف نشرحه لاحقا أوكي هذا السواد طبعاً يقال الأقليل حتى يكون سواد واضح ومسواد يعني غير واقعي الآن أوكي هاي خلصته هذا الكائن أيضاً يدعمل معه نفس الشكل نفس الحالة إذا اختار لون تستطيع تختار لامبرت يعني اختار لون نوعاً ما يعني يعطيه نوعاً من الضوء فيه أيضاً اختاره ومن الألوان اختار الألوان واستطيع أن يعطيه أي لون لهذا الكائن فقط اختار اللون وأوافق عادي بعدين اتأكد انه اختاره بشكل صحيح سي المثال هذا الكلاون أي لون يريده سي المثال نفرض لنفرض ان اختاريت هذا اللون أوكي بهذا الشكل أكد نسميه باسم معين سي المثال color هذا body أوكي هذا أيضاً نسميه باسم معين ليش حتى عندما نصلى نعرف نصلى color brown أوكي أيضاً ألون البقية مثل السنون وهذه الأمور فدعني في البداية فقط أحذف أو أخفي الجسم من هنا أقل لهايت سليكشن وأبدأ بالعمل على هذا ودعني أتوقف في الوقت الحالي عن العيون أضيف أتحكم في السنون واللسان نبدأ باللسان لأنه سهل جداً أختار اللسان اللسان إيش يحتاج لون فأختار لامبرد واللون اللسان أحمر عادةً طبعاً فما يحتاج واحد يفكر فيه فقط أحمر وتستطيع أن تخفف حدة الحمارة الفئة وتزودها هنا أيش اللثة أندار عليها اللثة حتى أختارها كيف أختارها أضغط كليك رايت أختار فيس هنا رغم أنه هو object واحد لكن أنا أريد أن ألون الإسنان بلون واللثة هذه في لون فكيف أعمل هذا الشيء حوّط إلى object أختار الذي أقدر عليه بقى شيء ما أقدر تختاره كل الذي أفعله أضغط شفت وعلامة الأكبر شفت وعلامة الأكبر معاً حتى إيش يعمل لي هو تلقائياً يقوم إيش يقوم باختيار الجزء المتبقي من الجسم انظر بهذا الشكل حسناً لو ترى أن السن هنا متكون من جزئين جزء لثة وجزء السن لكن كلهم object واحد كيف أنا أختارهم كل واحد على أحد وكل واحد أعطي لون معين الذي أفعله تحول إلى وضع الفيس أختار فيس معين على زي مثال أختار هذا الفيس أنا بعد ما أخترت هذا الفيس أضغط مفتاح الشفت وعلامة الأكبر الموجودة في الكيبورد ليش؟ حتى يختار لي كل شيء ما يميز هاي العملية شفت وعلامة الأكبر شفت وعلامة الأكبر تزود يزداد يختار لك أنا يختار لك فقط المنطقة المحددة كتارجت لك وهذا يفيدك جداً أختار أيضاً نوع من الإضاءة في داخله وتأكد أنه أيضاً أحمر طبعاً هذا اللون لكن هذا أحمر يعني في إضاءة نوعانما فأكد أنه يكون نوعانما أحمر يعني صحيح أحمر لكن تأكد أنه ديبس تحاول تقلل ترانزيشن تحاول تقلل حتى يبيني نوعانما يحسك أنه أحمر نفس الحركة نعمها إيش مع هذا السنون في الجزء العلوي يعني كل الذي أفعله أذهب إيش يعني أتكد أن أختارها بشكل صحيح أوكي وأضغط نفتاح الشفت وعلامة الأكبر الآن أظر أختار لي كلها طبعاً لا تضغط علامة الشفت والعلامة أكبر مرة واحدة ممكن تضغط علي أنت أكثر من مرة حتى تغطي الشيء اللي تريدها الآن السنون السنون تكون أبيض لامع أتكد أختارها بهذا الشكل وأتكد أنه أختار من الكولر من الكولرز أختار لون أبيض أتكد أنه أختار الأبيض لامع جداً يعني جداً لامع أبيض وتأكد أسميها مثال أسمي تيث كولر حتى عندما أختار غيرها أستطيع أعرف إيش أنا مختار وهذا نفس الحالة أعطي اسم معين يعني أعرف إيش اسمه أسمي لور تيث حتى أستطيع أنه الفوق لما أعطيه للتروين أعرف كيف أحمل معه نفس الحالة أعمل معه أختار اسمي ثاني أثنياً أضغط شفت وعلامة الأكبر وأضغط أستمرض حتى أغطي منطقة اللي أريدها أنا أساساً الأحمر لدي فليس له داعي أذهب وأختاره فقط أضغط click right وأقول لأ assign exist material وأختار إيش اللي هذا اللون اللي عندي إيش اللون اللي عندي أتوقع تيث lower lower teeth هذا توقع أوكي هو هذا نظر أعطاه اللون الموجود عندي نفس الحالة إذا أعملها مع السنون السنون هكذا هي وأضغط shift أكبر shift أكبر حتى يغطي لياهم كلهم غطى لكل السنون أضغط click right وسن exist material لأن أساساً أنا عندي اللون طبع أتأكد أن أنا اختارت الأبيض أنا ما أتأكد أنه هذا يخص يخص السنون ما أعرف أنه هذا اللون يخص السنون أم لا color brow color body teeth color teeth color أوكي teeth color نعم أنا أكبر السنون تلونت وكشة تلون فقط فقط العينين سوف أنا نعمل لهم تروين في الدرس القادم إن شاء الله أذهب طبعا أذهب من هنا وأقول لهم display وأقول لهم hidden selection يعني تقريبا تقريبا للكان أصبح واقعي نوعا ما يعني ملون عنده سنون عنده حواجب عنده لسان عنده لثة تطعي نعمل حركات تعطي ألوان معينة أنت بلون الذي أنت تراه مناسب يعني تقريبا شي جميل بقاطل عيون نضيئ نمر عليها في الدرس القادم ونلونها بالشكل الذي نعمل